من أجل إرساء دعائم المدرسة الجمهورية من خلال برامج تربوية يستوعبها جميع الطلاب وفق منظومة تواصلية تعزز مكانة اللغات الوطنية داخل النظام التعليمي في البلاد يتي تنظم هذه الدورة التكوينية بقاعة الاجتماعات بالمعهد التربوي الوطني من واكشوت من قبل معهد ترقية اللغات الوطنية التابع لقطاع التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي لصالح مدرسي اللغات الوطنية خطوة تجسد من خلالها السلطات العمومية أهمية مسار الإصلاح التربوي المشهود لص القانون التوجيهي لإصلاح التعليم على بدء تدريس اللغات الوطنية بشكل تجريبي وتدريج ابتداء من العام الدراسي المقبل 2024-2025 بحول الله وتنزيلا لمقتضيات القانون التوجيهي تم اتخاذ مرسوم منشئ لمعهد وطني لترقية تدريس اللغات الوطنية استكمل كافة هيئاته وطواقمه المنصوص عليها بالمرسوم المنوه عنه وقد باشر تنفيذ خطط عمله وعبئة التمويلات لازمة لذلك بالموازنة العامة للدولة كما من المتوقع إمكانية تعبئة دعم فني وليجستي لدى بعض الشركاء الماليين والفنيين لقطاع التعليم ذوي التجربة في ترقية تدريس اللغات الوطنية ببلدان ودوين أخرى فقد أشرف المعهد الوطني تدريس اللغات الوطنية بالتعاون مع المصالح المكلفة البصادر البشرية على مستطرة انتقاء 28 من المدرسين المجربين الذين اختاروا التكوين كي يكون بمكنتهم التدريس بالإضافة إلى تخصصهم الأصل للغات الوطنية بالمدارس الموريتانية ونشرف اليوم سويا على افتتاح الملتقى التعارف والتبادلي الأول بين الدفعة الأولى من مدرس اللغات الوطنية والطاقم الإداري لمعهد وأعضاء المجلس العلمي وذلك إدانا بالبدء الفعلي لانشطة معهد ترقية تدريس اللغات الوطنية والذي أولي تنفيذ خطة عمله وبلغ أهدافه ونجاح تجربته أهمية خصوصا في الآجال المحددة لذلك المدير العام لمعهد ترقية اللغات الوطنية سيد دونبوسيتا جاغانا بيّن في كلمته الأهمية التي تكتسيها هذه الدورة في تفعيل عمل هذا الصرح التعليمي الذي جاء استجابة لتعليمات السلطات العليا في البلد من أجل إشراك الجميع في عملية بناء مستقبل الأجيال يشار إلى أنه سيتم تجرب تدريس اللغات الوطنية مطلع العام الدراسي 2024 واربعة وعشرين ترجمة نانسي قنقر